استقبل الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس اتحاد شركات كابيلوزيس اليونانية للكهرباء ديمتري كابيلوزيس وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر والعمل على نقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كبل بحري للربط الكهربائي بين البلدين شكرا